صباح الخير او مسئل الخير يا برج العقرب القراءة العطل قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتح فقطك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل ممكن تكون اه انت شايف ان هو ايو ايو بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه ايو واديته فرص كتير جيدة وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هذه العلاقة انت شايف ان هو كان استكرار كان العلاقة دي كان فيها استكرار خلاك متعلق معاه في علاقة اه والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير ويسيبك بقى متعلق اللي انت عارف تروح يمين ولا تروح شماك تب انا مثلا هتخطبني اخر السنة ومش تخطبني تب انت راح تشوف عروسها ليه ما انا معاك كده فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استكرار ولا ما فعلش استكرار بكل بساطة خلاك متحير خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل في ايه انا متعلق في العلاقة دي ليه بالزبط هو شخص اللي في دماغه بيعملو مخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق انت بتشوفه كده بتشوف ان هو يرحل ويسيبك متعلق معاه وتفكر بقى يفضل تفكر بقى وان العلاقة دي كان فيها استكرار دي كان فيها استكرار ممكن او ان هو اه ممكن ان يكون الشخص ده اتكز معاه بقى رحل لعلاقة تانية ويسيبك متعلق في ذكريات القديمة وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه اي باي بقى بجلتها رحت لعلاقة تانية بالزبط كده بجلتها رحت اتجاوزت ممكن هو شخص ده اتجاوزت او خطط بالزبط كده وشخص ده اتجاوزت او خطط او اقترطت بحتام قلت له ايه ده ايه نهرة كزرق انت رحت ارتفقت قلت دي بست وانا موجودة انا بحبت معك ايه تبص يا عم تستين داعي يلا يا عم وكررت يتمشي انو بيسيبك متعلق ويرجع عارف ان انت بترنع بسرعة وبتقول كلام فالهواء واو ايه هاتش وهتقولها هرجع بس مش هترى تصيبني انت بتحبني بالزبط انت متعلق في لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده هيرجع تاني يقدم لك البيج اوف كابس مش عرض كبير هو عرض اا مش عايز اقول عبيط بس هو عرض كده اللي هو ايه ازايك عاملة ايه مفيش حاجة وبتاع انا بحب كنتي انت اللي في القلب الشخص ده وانا هتاكن دلوقتي اا الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك يروح يعمل علاقة مع طرف تاني كابلة بقى اللي هو عتجوز وهخطب ويجبه يقول لك والله بحبك والله ما فيه غيرك في القلب اه بس ام الشخص ده زي ما قلت لك الشخص ده هو اا عارف ان انت بتحبه بتحبه قوي وان انت من غيره بتبقى حالتك كده تعبان وانت فعلا بتبقى كده لما بيسيبك ويمشي بتبقى مش عارف تانية ويعرف ان انت بتحبه وما لي ايده منك قوي يعرف انه لما بنيجي يقدمه عارضة هتقبله ودايمن دايمن 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 بيجري بيجري منك بيخرج من اللقق ويجي تاني بيخرج من العقل ويجي تاني ويقفش علي مشاعره كده ويمددكش منها حاجة اهو شخص ما بيبهنش مشاعره قصر بارد شخص بارد شخص ده شخص بارد بيتعامل بدلود يتعامل مع المشاعر ببروج فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة بخيلة معينة يجي يقولك ازايك ولما ما حصلش حاجة يعني انا بس يعني زاغت كده على حد وروح تشرفه لكن هو عرض مش كبير وممكن يكون كلامه مش صادق وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق وبيرجع على زرفات بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده صح كده بالزبط بالزبط بص يا برج العرض انت لما يجي لك بالعرض ده انت هتشعر هتشعر بان كاس الحب اللي هم قدموا ده في خداعه بالزبط زي اللي قلته لك كده هتشعر بان كاس الحب ده وهمي انت كده انت شخص كده تبتحك علي انت بتروح تعمل العلاقات تانية وبجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل او لما تنسى من مراتك ترجع تكلمني بس انا مش حاسك وتقبل انت قاتل علي عليه فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كده هتعمل ايه بقى? هتلف في وشك الناحية التانية وهتعاند وعرض المنتظر ان الموضوع ده ينتهي لوحده يخلص بقى خالص بس ده اللي انت هتعمله لك انا انت مش هتدصله مش هتدصل لنا عطلة خالص نهائي انت عارف ان في خداع في الليلة دي كوية شخص ده بيجي وقت ما يحد بيجي وقت ما يحد بيجي للغرض ايه هو الله هو اعلم الله هو اعلم ممكن تكون يعني شخص متزود ممكن يكون شخص متزود لان احنا عندنا هنا الاوة عندنا الامبروس لو انت رجل فهي متزودة اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك بتقولك انا بحبك وحشتيني وانت بقى بتروح انا كنانه متاع فانت خلاص هت ايه يا عم ده عملت كل شوية تجيت تقدملي عرض عبيد واحد ده واحد بيجي يهزر على فكرة لعلمك ده واحد بيجي يهزر عرض مش جيبيه يبدا كوباية ده يا سمكة ايه واحد جاي يهزر لا تهزر فهتقول له يا عم شكرا وتنتظر الى ان المضوع يمشي بقى مع نفسه ينتقل مع نفسه وانت معينت هتعاني بقى لفترة هتعاني ده تبصه قدام وعارف ان الكاس الحب ده كاس كوب بخي ده يا عم العلاقة اه هو شايفها بينكم ازاي شايفها العلاقة دي فيها واجع قلب وفيها اه فيها واجع قلب فيه طرف واجع تاني وفيها طرف تالت على فكرة فيها طرف تالت لما حاجة وهو بيجي عندك يتشافه الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر ويهرب وبيعتبرك ان انت الهروب الملجق بتاعه بالزبط انا لما حب اهرب اروح مسلا عند فلان لما حب اهرب من جوزي مهم مشاكل ده العلاقة اروح اهرب عند مثلا في الاسور فهو شايف ان العلاقة دي فيها الطرف تالت وهو محتور ما عن فكرة وهو مش عارف ياخد حاج Emma وهو عايز يخلص من حاجة في حاجة هو عايز يخلص منه بس هي فيها واجع قلب علاقى دي فيها واجع قلب كل الاطراف كل الاطراف انت شايفها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايزة. ان كل النواحي بايزة. علاقة ما فهم ما فيش اصلها. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايفها ان فيها خداعة. خداعة. انت كنت بتقول لي بحبك انت كتبت. شغط خدعتينه. كان فيه طرف تلت. فيه طرف تلت. لا فيه طرف تلت. اكتشفته او انت عارفة بقى ان فيه طرف تلت. عادة اني بيزوجها وكان بيقولك مسلا انا هطلقها. مطلقهاش. ولا حاجة ولا انتشا. فيها خداع. نصحتك. ابعد الشخص ده عنك. ابعد الشخص ده عنك يا برك العقد. شخص ده هيجي لك. هجي لك يقولك اه واحد تاني. عمل ايه? ايوة. علاقة صلاثية. اخي قلت. علاقة صلاثية. الشخص ده مش هيسيه بالطرف التالت لو قالك انه هيسيه مش هيسيه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة طعامة في الظهر. مليانة خيانات والاخر. بيقولك مشي. تقدم للامام. انت مقزم نفسك. انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطب تنفسك في الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي. ان ما كانش هيطلق مراته. خلاص? ان انا بقى اجي اتسلى معاكي? لا. وانت متسلقش. وانت في مطاقة الطريقة هول خلاص? امشي بقى. سيب بقى قوم معها خلاص. دافع. بعيد وقول له مش. امشي. اللاقة دي ازيتك دي ازيتك نفسيا. ان لو استمرت فيها هتبقى كده. مشي. هتبقى العلاقة خسرانة. العلاقة خسرانة. بتقول بالعبد خسرانة. الشخص ده بيجدب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبافعاله. يدخل بقى بالدور وعنده بالنجل والحاجة الدين. لكن هو بيقرار نفسه مش نوي على حاجة. مش نوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية تعطي اللاقة دي ايه? شهر تمانية. برج العرب. برقة ما بياخدك من. نهاية الجواز. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد البرقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفاقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفر. جاي لك عرض الجواز. مباشرة. وحد يحب تقى. الاخر. ممكن يكون انت الشخص ده موجود في حياتك ويعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقولك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. مش هيقدر اصلا نجيلك. ومش هيقدر ربه نفسه معك. سواء المتزوج اولا. وغير. بس في طرف ثالث في العلاقة. لانك تكون انت انش عائف. جاي لك عرض جواز. اي الارض ده. انهي. ارحل. شخص ده بيضحك عليك. يبين لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب لك كوبايات كلها. قاعد يبقى. كان كنا مسلا ما عارف علاقة وكنا بنحبوها ومش مش مشكلة. العلاقة دي بيخة. انت جاي لك الاربع عصيان كلهم. بواخة. ديه ده هو اخر. شخص ده بيقى معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يروح يستكر في حكة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامشي الليل. معلقك. وها دلمك. دلمك. ليه برج العقل. طب علي يا حبيبي. ده مني. ده مني ايه ده ده. ده مني في عينك. ده مني في ايه. لا يا عام انا ماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت يا خيب اجاب ده هم. كمل بقى. كمل عشان. عشان في حاجات حلوة دايه هي. يلا يا عام. مبروك. يا رابب برج العرب تكون اللي القراءة عن جابتكم. وان شاء الله يبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحده فيها كل اخواتك. عشان المنفصلين ياخدوا حقه. شكرا جيدا للمرجم شكرا جزيزيزيزي Congratulations.